مرحبا أنا دكتور بيرا متا أخي السائي التغذية حائزة على دكتورة بالسلوك الغذائي ودكتورة بالتغذية العيادية عم بكون معكم ضمن برنامج هلا بصحتك على قناة هلا لندن لنكون عم نحكي عن كل شي بيتعلق بالصحة بالتغذية وبالرشاقة موضونا لليوم بهم كتار منكم لأن رحكونا بنحكي عن النحافة النحافة المفرطة دايما بكل مواضيعنا بنحكي عن البدانة كيف بدنا نحارب البدانة شو مخاطر البدانة كيف ينضعف أحسن قدي فيه يكون عندها مسابقة على حياتنا اليومية بس ولا مرة كنا عم ننتبه أنه حتى النحافة المفرطة كمان هي موضوع كتير مهم وهي حتى حالة صحية بيعاني كتار منها وكتير من المواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الميديا ما بيصلتوا الضوء عليها اليوم رح نحكي عن كل الخبية كل إشارة بتتعلق بالنحافة المفرطة شو مسابقة شو معقولة تكون أسبابها كيف من قدر نتخلص منها دالكن معي لآخر الحلقة لخبركن أكتر عن هالموضوع بداية شو هي النحافة المفرطة وكيف فينا نعرف عن هالشخص أنه عنده نحافة مفرطة أو نحافة طبيعية نعرف أنه كل الميديا وكل التيفي بيسوق دايما للمنظر النحيف أو حتى الفتاة أو حتى الشاب يكون عنده منظر لائق ودايما منوصل المنظر اللائق بالمنظر النحيف أي متى هالنحافة بتصير مرادية وبتصير موسيقى لصحة الإنسان إذا بنا نعمل كالكوليشن بسيطة فينا نكونا مناخد معدل الوزن نضربه بمعدل الطول بس يكون متر مربع إذا هالنمبر اللي طلالنا هو تحت 18.5 كيلو جرام للمتر المربع الواحد يعني نحنا بلشنا نعاني من النحافة هالنحافة بتصير مرادية إذا هالمؤشر اللي هو الـ Body Mass Index بيصير تحت 16.5 هون فينا نحكي عن أمراض فيها كتير تكون عم بتأثر سلباً على هالشخص إذا كان الـ Body Mass Index طبعنا تحت 16.5 فينا نحكي أنه بلش الألار معنا لأنه هالنحافة المفرطة فيها تأدي للموت المفاجئ كتار من كون سمع بالموت المفاجئ عن بعض العرضات العالمية خاصة على الكات ووك والسبب الوحيد كان النحافة المفرطة نعم النحافة المفرطة بتقدر تأدي لانقطاع التام والسبنتانيس للقلب رح نحكي أكتر عن هالحالة وليه بيصير هالحالة بسياء هالحلقة بس بداية من بعد معرفنا عن شو يعني النحافة المفرطة خلينا هلأ ننتقل لنشوف شو معقولة تكون أسباب هالنحافة أولاً السبب في يكون ويراثة دايماً منشوف أنه الـ Genetic Factors هن من أكتر الأسباب يلي بتقدر تأدي لكافة الـ Conditions اللي منعاني منا يومياً فيه يكون الـ Underweight أو حتى الـ Overweight وحتى المشاكل الصحية الثانية يعني دايماً العامل الوراثة هو بيشكل 50% من حالاتنا الرسدية اليومية من بعد العامل الوراثة فينا نكون عم نحكي عن العامل الاجتماعي مثل ما قالت أنه المجتمع بيفرض علينا أوقات أنه النحافة هي الشكل المطلوب أكتر إن كان للعمل أو حتى للوظائف أو حتى للعالم تكون عم تتقبلكم بطريقة أكتر يعني فينا نشوف أنه الـ Pressure طبع المجتمع أوقات كتير بتأثر سلباً على الفتيات خاصة ليكونوا عم يتجهوا ليصير في عندهم نحافة مفرطة بالإضافة للعامل الاجتماعي ما ننسى أبداً العامل الهرموني أكتر من الفتيات بعانوا من عدم توازن بهرموناتهم أوقات الغدة الدركية وأوقات بعض أنواع المشاكل اللي بتتعلق بالـ Ovary Syndrome له السبب البنات اللي بعانوا من مشاكل الغدة ضروري جداً يكونوا عم يتجهوا للطبيب المختص ليكونوا عم يعالجها المشكلة لأنه إذا الغدة الدركية كانت عم تشتغل بطريقة كتير سريعة يعني ما يعرف بالـ Hyper Thyroidism هالحالة بتقدر تعمل نشاط مفرط بكافة أنحاء الجسم خاصاً للقلب وبتقدر تؤدي لتلف بعضلة القلب على المدى الطويل لسبب ما تنبص صبايا إذا كنتوا عم تاكلوا كتير وبعدكم عم تضعفوا لأنه عندكم مشاكل غدة هذا الشيء يجب ضروري تعالجوه لأنه على المدى الطويل بيسبب لكم مشاكل كتير عقيمة على جسمكم بالإضافة للمشاكل الهرمونية فينا نكون عم نحكي عن بعض أنماء الأدوية يلي بتقدر تسبب ارتفاع بمعدل الحرق بالجسم وبالتالي بتقدر تؤدي لبدان المفرطة ولو حتى كنتوا عم تاكلوا كتير ومنها الأدوية الأدوية اللي بتتعلق أوقات بتسريع اللورة الدمبية أو حتى بتنشيط الجسم بعض الأدوية بتقدر تكون عم بتأثير وبتقدر على مدى كتير قصير من البقت تكون عم بتسريع من العملية الحرق بالجسم وبتقدر تكون عم تخليكن تضعفه أكتر وبعد الأدوية الثانية بتقدر تسبب لكم نوع من انقطاع الشهية وهيذا الشيء بيخليكن ما تاكلوا أبداً بيصير في عندكم نحافة وإذا طول الأمر كتير بتصير هالنحافة مفرطة لها السبب إذا كنتوا عم تتناولوا أي من الأدوية اللي أولاً عم تعملكون تسارع بطرقات القلب أو حتى تسارع بعملية الحرق بجسمكن أو حتى انقطاع الشهية فيكن تكون عم بتحكوا مع طبيبكن المختص ليرجع شفلكون الدواء المناسب ليعالج مشكتكن الصحية وما تكون عم بتأدي للنحافة وخسارة وزن أنتوا ما بتكونيها متل ما شفنا النحافة المفرطة عنده كتير أسباب السبب الوراثي أولاً ما تماحكينا عنه والسبب الهرموني والسبب المرضي والسبب الاجتماعي شو ما كان سبب النحافة المفرطة عنده كتير عواقب مضرة على جسمنا شو هي؟ أولاً كل ما نكون في عنا نحافة مفرطة كل ما هالشي بيأثر سلباً على القلب خاصة على عضلة القلب لأ مثل ما بنعرف كل ما نكون عم نخسر وزن وإذا عم نخسر وزن غير صحي منكون عم نخسر عضلات بس نخسر عضلات أول عضلة بتتأثر كتير بجسمناها هي عضلة القلب من بعدها بيجو عضلات القلون وعضلات التانية بيجسمناها كله وهيدا الشي بيأدي لطعب وإرهاك بس بداية خلنا نحكي أكتر عن عضلة القلب كل ما بنخسر وزن بطريقة غير صحية منكون عم نخسر الوزن بشي اسمه كيتوسس بس إن فوت الجسم بهالمرحلة الجسم بيكون بلش عم بيكسر عضلاته هو كلمة اللي يقدر يعطينا طاقة تنقدر نضلنا عايشين أكتر عضلة بتتأثر بالكيتوسس هي عضلة القلب شو بيصير؟ منشوف كتير أنه عضلة القلب بتصير تضعف أكتر وأكتر البلد بيصير يوصل بطريقة أخف على القلب هذا الشي بيقدر بداية يعملنا مثل ضيق بالتنفس أول ما نحس أنه صار في عنا بداني كتير مع ضيق بالتنفس ضروري نكون عم نتوجه لأخصاء قلب وشريين ليعالج هالمشكلة الصحية تانيا من بعد ضيق النفس فينا نلاحظ أنه صار في عنا كتير تسارع بطرقات القلب ولو حتى كنا قاعدين وما عم نعمل على أي حركة رياضية أو حركة رسدية هالسبب بيعود لشغلة واحدة وقتا بيصير في عنا تسارع بطرقات القلب القلب هون بيكون عم يعمل فورسة زيادة تيقدر يضخ دم أكتر وهالسبب بيعود لأنه عدد القلب صارت كتير ضعيفة لهالسبب بده يكون عم ياخد دم أكتر تيقدر يعطينا ضخ أكتر للجسم يؤمن له أكسجن كفائية يعني في عنا شغلتين لازم ننتبهنون أول ما يصير في عنا ضيق بالتنفس أو تسارع بطرقات القلب ضروري نكون عم ضغرة عم نستشير الكارديولوجيست يقدر يكون عم يعطينا التريتمت المناسب لنتفايدة يكون في عنا سكتات قلبية تكون مفاجئة وبتقدر غالبا ما تكون عم بتبدي للوفاة من بعد هالسببين كمان فينا نشوف كتير أنه بس يصير في عنا ضعف بعضلة القلب بيصير في عنا كمان تعب وإرهاق كتير وبدي أخبركم شي عضلة القلب هي irreversible يعني بس يصير في عنا ضعف أو حيالة خلل بعضلة القلب هيدا الشي ولا ممكن نقدر نصلحه مدى العمر منقدر نصلح السمتمز منقدر نعالج بعض الأعراض يلي بترافي ضعف عضلة القلب بس عضلة القلب irreversible لسبب كل الصبايا اللي عم تحضرنا خاصة صبايا بأعمار صغيرة خاصة الصبايا المراهكات بقلهم بليز انتبهوا على أكلكم لأن بس يصير في عنا التلف بعضلة القلب هيدا الشي بيستمر معنا العمر كله وبدي أقلكن أنه نحنا كل ما منتقدم بالعمر بعد عمر 30 من بلش نخسر 2% من وظيفة القلب يعني إذا كنا قردي بعمر المراهكة خسرنا من وظيفة أو من صحة عضلة القلب هيدا الشي ما رح يصعفنا لأكتر من عمر الخمسين لها السبب انتبهوا كتير حافظوا على أكلكم حافظوا على بزنكم يكون مضبوط وإذا بتكون تضعفوا دايما نضعفوا بطريقة صحية ضمن الوزن الصحي كرميل ما تكونوا عم بتأثروا بطريقة كتير خاطئة على نمو جسمكم نمو أهم الأعضاء بالجسم خاصة عضلة القلب من بعد تعب القلب ومشاكل القلب والشيين معقولة كمان تكون عم تنتج من النحافة المفرطة خلينا نحكي هلأ أكتر عن التعب والإرهاق والكرونيك فاتيك يلي بتصير أوقات مرضية بحس الإنسان ما بقى ميقدر يتحرك ويقوم بحياته اليومية بكافة النشاطات يلي بتكون عادة كتير هينة وسهلة أما الشخص يلي بيكون عنده نحافة مفرطة حتى هالأكتيفتيز الكتير سخيفة وكتير هينة لقلنا بتصير عبق كبير لقلو ليه؟ أولا متما قلتركون لعن بيكون خسر بارت كبير من عضلاته متما بنعرف أنه عضلات الجسم العضلات بالأكستراميتيز مثل الإيدان والإرجان هن اللي أكتر شي بيقوموا بالحركة اليومية وقتا نحنا بنخسر بارت من هالعضلات بنكون عم نخسر بارت كبيرة من قوتنا لنكون عم نمارس الرياضة عم نمشي عم نقوم بكافية النشاطات اليومية لازم تكون عم نقوم فيها لسبب بنشوف الأشخاص يلي بعانوا من نحافة مفرطة بيصيروا دايما يعني إذا ما كانوا ماردين بيبلشوا يحصوا بالمرض عم يتملكون لأنه أسخف الأشياء اليومية لازم يكونوا عم يعملوها ما عم يريدوا يعملوها وهم بنخبركم عن شغلة وقتا البدينة بتصير كمانا كتير زيدة عن اللزوم حتى طريقة البلع وهضم الأكل بتصير تقريبا شبه معدومة لسبب بنشوف أنه أبرز الأشخاص خاصة بالغرب وقتا بنشوف بم اي المؤشر الكتلة الجسمية اللي خبرتكن عنها بأول حلقة وقتا بيصير أقل من 15 بنشوف أنه هالأشخاص دغر بيتوجهوا للهوسبيتل وبيصيروا دايما تحت المراقبة اليومية لأنه حتى جهاز الهضم عندهم بيتوقف عن العمل لأنه بيكونوا خسروا عضلات كتير مهمة خاصة عضلات المعدة والكلوم يلي هي بتكونوا عم تعمل نوع من البايستالسز يعني بتكونوا عم تتحرك بتكونوا عم تهضم الأكل وحتى البلع بيصير شبه معدوم لها السبب ويكونوا هالأشخاص بيكونوا عم بيجربوا ياخدوا تيوب فيدنج وعم بيضلون على قيد الحياة بسبب تيوب فيدنج وأكيد تحت المراقبة بالمستشفيات لهالسبب النحافة منا أمر أبدا هيا النحافة فيها تكون مرض بحد ذاته إذا ما كنا عم نعالجه بطريقة مظبوطة من أول ما نشوف أول السمتمز أول السمتمز من للنحافة المفرطة متما خبرتكن عن المشاكل الهضمية المعقولة تسيب كل شخص بعاني من النحافة المفرطة كمان بعض بدي أخبركم عن شي كتير مهم بيصير من داخل المسران بس يرفع لنا نحافة وانكتاع عن الأكل بس نكون ما منعت التغذية السليمة للمسران في كتير أشياء بتموت عنا مثل الانتسن الفلورا اللي هي البكتيريا الصديقة للمعدية اللي هي بتكون أنه تأملنا الديجسشن المظبوطة يعني الهضم الصحي وكمان بتقدر تقويلنا منعتنا لهالسبب إذا ما كنا عم نتغذى مظبوط لفترة بتتعدى الشهرين هالبكتيريا الصديقة بتموت وبس تموت البكتيريا الصديقة بيصير في عنا مشاكل مثل الكنستيباشن أو حتى الديارية بيصير في عنا انتفاخ كبير ونشوف أغلب الأشخاص اللي عندهم النحافة مفرطة ونشوف أنه عندهم الإيدان والإرجان كتير ضعاف سكوليتيك بينما البطن منتفخ هالسبب يرجع لشغلتين أولا لأن بيصير في عنا نقص بالبروتينات ورح أحكي عنه لاحقا والسبب الثاني هو وقتها تموت البكتيريا الصديقة بالمعدة بيصير في عنا عدم هدم صحيح بالجسم لها سبب بيصير في عنا نفخة دائمة وانزعاج دائم هالنفخة كمان بتأثر أكتر على القلب وبتزيد مشكلة القلب أكتر وأكتر بس يصير هالنفخة أكبر هالنفخة زيتها بتقدر تأثر على القلب وعلى عمل الكلا كمان الكلا كمان هي عضلة بتتأثر كتير بس يكون في عنا نحافة مفرطة عمل الكلا بيتخف كتير بيصير في عنا فلتريشن ريت بطيء لها السبب بيقدر يصير في عنا نوع من التسمم بجسم الإنسان إذا الكلا ما كانت عم بتقوم بعملها اليومي بشكل منطدم لها السبب كمان البدانة المفرطة بتقدر تأدي لتسمم بالجسم يعني بيكون سببه توقف الكلا عن العمل أو حتى الفلتريشن ريت يعني قديها الكلا بتقدر تفلتر تكسنز من جسمنا لها سبب متل ما شفتو أنه البدانة متل ما خبرتكن قبل ورح دال نخبركن البدانة فيها تكون كتير خطرة على القلب عشريين كون على دماغ كون على جهز الهضمة وعلى الكلا على دماغ كون شو فيها تأثر متل ما بنعرف أنه مادة الجلوكوز يعني منكلها من الأكل منخدها من الأكل هو سكر سريع اللي بيغزي العضلات وبيغزي أكتر شي لدماغ بس الجلوكوز ما يكون ممفر لأكتر من ست أيام وربع دون الخلية الدماغية بتبلش تموت بس الخلية الدماغية تبلش تموت ما بلش ننسى كتير ما بنقدر نذكر ما بنقدر نحفظ ما بنقدر نترجم شو بدنا نحكي بطريقة سريعة ويعني الأشخاص يلي بيصيروا يعانوا من البدانة المفرطة يلي ناجي عن توقف الطعام منلاحظ أنه فينا نكونها بنحكيون بس بيطولوا كتير لا يردوا علينا أو حتى بيطولوا كتير تيفهموا علينا نعم الأكل والتغذية السليمة ضرورية جدا لعمل الدماغ وإذا ما كنا عم نتغذى بطريقة مظبوطة لفترة من البقت فينا نعتبر أنه بلشت خلية الدماغ عندنا تموت يعني الخلية الدماغية كمانة irreversible يعني إذا مرة واحدة نحن تلفنا الخلية الدماغية هيدا شي بيسبب خلل لمدى العمر لسبب انتبهوا مظبوط شو تاكلوا جربوا قد ما فيكن تضعفوا بطريقة مظبوطة لأنه كل الإشياء اللي معقولة تسيبكن فيها تكون irreversible نصل هلأ لنحكي عن الهورموني السيستم الخاصة الصبايا يلي هني ما دون لـ 18 سنة إذا كنتوا ما عم تكلوا صح وعم تضعفوا بطريقة عشوائية هيدا الشي بيأثير سلبا على جهازكم الهورموني بيقدر يؤدي لانقطاع الدورة الشهرية وليتر آن إذا استمر هيدا الوضع فيكن سيروسترل يعني هلأ شخص كان صبية ولا حتى شاب بيقدر يؤدي لانقطاع فراز الهورموني السكشويل هورموني عنده وبالتالي بيقدر يخليه على المدى الطويل يبطل عنده الإدراء للإنجاب مثل ما شفنا العوارد بالأسباب الناتجة عن النحافة المفرطة عم بتكون كتير سيريس وبتقدر تؤدي كتير سلبا على صحتنا وبتقدر توصلنا كمان للموت لسبب ما تستهينوا أبدا بهالإشياء ودايما بس تحسوا أي عارض من العوارد اللي حكينا عنها ما تترددوا أنه تكونوا عم تستشيروا الطبيب المختص عادة مع هالطبيب المختص العلاج بيجي أكيد مع أخصائي نفس لأن غالبا ما بتكون النحافة المفرطة أساسة نفسة شو معقول نكون عم نعمل غزائيا لنكون عم نعالج قدمة فينا هالمشكلة الصحية بداية إذا كنتم مفكرين أنه إذا أكلنا دهون أكتر بنقدر ننصح أكتر هيدا الشيء كتير غلط كل الأشخاص اللي بيعانوا من النحافة المفرطة بيكون جهازهم الهضمة ما بيقدر يستقبل الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة الغنية بالدهون أو حتى المقالة لها السبب الأشخاص اللي كتير نحفين ضروري يكونوا عم يأكلوا أكل صحي ولايت تا يقدروا يكونوا عم يأكلوا كمية أكبر ويقدروا يتغزوا أكتر بداية بس يكون الـ Body Mass Index واسر للـ 15 هون ما فينا نعطي أكل بدنا يكون عم ناخد أكتر ميل ري بليسمونت يكونوا مدعمين بكافة المعادن والفيتامين والبروتينات لأنه نقص البروتيين ببعض الأعمار بيقدر يؤدي لا توقف للنمو لهذا السبب لازم نكون عم ناخد ميل ري بليسمونت أكيد تحت الشراف الإختصاصي خاصة بالمستشفيات ومن بعد ما يقطع جمعة أو حتى أسبوع وأسبوعين على تناول الميل ري بليسمونت هون فينا نشوف قديل جهاز الهضمة بيقدر يكون هلثي وبيقدر يكون عم يستوعب الأكل ونبلش شوي شوي نطلع تدريجيا بالأكل بداية عم نبلش بالسوب والشربات اللي بتكون كتير هين هضمة بالشربات فينا نكون عم نضيف كافية البروتينات الهين مثل الأسماك الأسماك الغير مدهنة ومنرجع مننتقل شوي شوي لنقدر نتحمل اللحم بس من بعد مرور شهر أو حتى شهرين حسب كل حالة قدي بتقدر تكون سيفير وقدي بتقدر تكون عم تتجاوب صح مع العلاج يلي بتكون عم شخص عم ياخده من بعد الشربات ضروري كتير نكون عم ناخد يعني نجرب نعطي المي بس بطريقة كتير بسيطة وصغيرة يعني 15 ملي كل نص ساعة كرمال هالمسران ما ينتفيق لأنه إذا عطينا كتير مي لها الأشخاص بيقدروا يتوقفوا عن الأكل لأنه معدتهم سات كتير صغيرة كمي بنا نعرف أنه أغلب الأشخاص بيكون عندهم يعني جسمون عم بينشف من المي لها السبب ضروري نكون مش بس هم منعطي مي ضروري نكون هم منعطي مصل يلي بيكون غني بالأملاحة المعدنية خاصة الكالسيوم والبوتاسيوم يلي بيقدروا يحافظوا على صحة العضلات وخاصة صحة القلب يعني ضروري ناخد المصل ضروري ناخد شربات كتير ضروري ناخد عصير الفواكه لأن الفواكه غنية بالألياف إذا شخص كتير نحيف إذا أخذ حبيت فواكه واحدة غنية بالألياف بيقدر ما يأكل كل نهار لسبب قد ما فيه يكون يكون عم بتركزه على الطعام يلي ما فيه ألياف في الطعام المطحون أو حتى الطعام الليكود الغنى بالمعايدن للذيتامينات ما تنسوا أبدا أهمية البروتاينات بهالحالات المرضية سامري كتير صغير إذا بدنا نعيش وبدنا نأكل بحالات النحافة المفرطة كتير الليكودس خاصة المصل كتير منرالز وفايتامينز كتير بروتينات وهيدا الشي بيرجع لكل حالة بحالتها وقديها الجسم ما ميقدر يتجاوب مع العلاج المناسب هاي دي كانت حلقتنا لليوم يلي بتحكي عن النحافة المفرطة إن شاء الله تكونوا استفدتم من كافية النصائح اللي عطيتون إياها تابعونا دايما ضمن برنامج هلا بصحتك على قناتها للندن إذا حابين تستفسروا عن أي موضوع بتعلق بالصحة أو حتى بالتغذية ما قلكن غير ترسوني عبر كافية مواقع التواصل الاجتماعي يلي عم تظهر على أسفل الشاشة من هلأ الوقتا بقلكن دايما stay healthy and eat smart اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة